ورسميا انتصالت القيمة الكلاسيكو باكتساح فريق الجيش المالكي فريق الويداد بثلاثة الواحد وهذا الانتصال الكبير اللي حققه فريق الجيش المالكي فالكلاسيكو كونتر فريق الويداد كيتبت بلي فريق الجيش المالكي فهذا الموسم هذا غادي يكون منافس على اللقب ديال البوطلة الوطنية أما من حيث هاد الهزيمة القاسية والثالثة على التولي الفريق الويداد كتبت بلي كين واحد المشكلة الحقيقة حاليا فريق الويداد والسؤال وش المشكلة نابعة من اللاعبين دي الفارق ولا من المدري بعاد الرمزي أما من نحيط السؤال المهم اللي غدين ضحوا في هذا الفيديو وش هتلازمة دي الفارق الويداد في الكلاسيكو كتعنيب اللي الفارق حاليا كيعيش واحد مرحلة دي الفارق وش غص دارو الإدارة دي الفارق تدير واحد تجديد شامل لفارق وتبدأ من اللاعبين واحدين مدري بعاد الرمزي الموقف لما نجاوب على شي كامل نمشيه بعد نهضره على المجرية دي اللقاء فاضل ما شهده شفنا عاد الرمزي فاضل كلاسيكو كيعتمد على واحد تشكيل اللي ممتازة وشفنا فاضل ما شهده كيعتمد على الموطع في حراسة المرمى من ناحية الربع الدفاع شفنا كيعتمد على حركاس وزولة والعملود وزيد يحيي عطيه طلا أما التلاتي دي الخط الوسط شفنا تعتمد على الدراوي وجبران وأحنج أما من ناحية التلاتي الوجوم اعتمد للهوني والحتيمي وبوليجن والصامبو واتشكيله كيمتاز نشوفها منطقية من غير تغيير بعد اللاعبين منهم مثلا الاتماد لا أحنج كأساسي وزيد عطيه حتى بعد اللاعبين لكونا تنشوفه بالغض يعطيه واحد الإضافة ولكن زدق العقل أو من هاد أبرز اللاعبين مثلا الاحتيمي والهوني واتشكا واضح حتى من ناحية المجريات دي اللقاء وكيمتاز نشوفه الفريقين دخل هذه المباراة القيمة بواحد القوة الكبيرة بزار وشوفنا بكل صحة الفريقين كيحاولوا يستيطر على منتصف الملعب بأي تمن وشوفنا اللاعبين دي الخاطل وسط لدي الفريق الجيش الملكي ولا فريق الويدات كيقدموا واحد المستوى الكبير ولكن بكل صحة فاتشوط الول كانت واحد الأفضل يلي كانت واضح الفريق الجيش الملكي فمسا في دقيقة 24 كانت أول هجمة لخاطرة الفريق الجيش الملكي من هجمة لكانت خاطرة ناحية أحمد حمودان أحمد حمودان اعطى واحد دكورة لخاطرة الحمزة إكمان وهذا الأخير دي يعد الكورة هذي بواحد الغرابة أمر هذي المحاولة بالتحديث في دقيقة 31 فريق الجيش الملكي يعاوتي دلك واحد المحاولة اللي خاطرة بعد هجمة اللي كانت رائعة معن زاكيري الهبطي زاكيري الهبطي غادي سدد واحد تسديدا لخاطرة ولكن يصف الموطيع تصدل هذي الكورة هذي بامتياز أما من ناحية فريق الويدات بكوصران فاتشوط الول ما دارلك حتى شي محاولة ولكن خبرة دي الفريق الويدات وخصوصا في دقيقة 48 غادي تعطي الأوكل ديلها فبعد واحد صنطراج اللي كان رائعا عند حمد الهوني بولي جنور صبو غادي سيدلك واحد دراكلة جزاء والحكمة وبعد رجوع للفار أعلن على دراكلة جزاء أشكو اللي غادي نفد دراكلة جزاء هو يحيى جبران يحيى جبران غادي نفد لك دراكلة جزاء بطريقة الكيبار وغادي سجل الهدف الأول فريق الرجاء العالمي وبعد الهدف غادي سلي الشوط الول بتقدم فريق الويدات بوحد الزيرو الشوطان بكوصرها غادي يبدأ مغير على الشوط الول 180 درجة لأنه في الشوطان غادي نشوفه واحد سيطرة شاملة لفريق الجيش الملكي فمثلا في الدقيقة 50 كانت أول هجمة لخاطف الفريق الويدات بعد غلط من التمرين من طرف حارس المرمض فريق الويدات اللي هو المطيع أحمد حمودان غادي حاول يستغل الفرصة وغادي يسدد ذلكورة ولكن للأسف هذه الكورة كانت غير مؤترة مراد المحاولات مباشرة في الدقيقة 56 مراوخة رائعة اللي كانت معنى زكير الهبطي زكير الويدة غادي دل واحد المراوغة اللي رائعة وغادي يسدد لك واحد تزديدة اللي كانت مؤترة ولكن يوسف الموطي غادي يجبد هذه الكورة بصعوبة ومراد المحاولة هذه بالدقيقة فريق الجيش الملكي غادي يسجل الهدف دي التعادل فبعد ركنية وصنطراج رائع معنى الضهار لأيمن دي الفريق الويدات الكون غادي يتحط مباشرة على الرأس دي الخالد ايتوار خان عربي الناجي غادي يستغل الفرصة وغادي يسجل الهدف التعادل لفريق الجيش الملكي وهذا الهدف لسجل فريق الجيش الملكي بكوة صرحة مستحق لأن فريق الجيش الملكي فاتشو تنيت خمس سيطرة على المباراة بالطولة بالعرض ومراد الهدف لسجل فريق الجيش الملكي غادي توقع المفاجأة بالنسبة لفريق الويدات ففي الدقيقة 64 وبعد تدخل القويم عند حركاز الحاكم غادي يعطيه البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء وهذا الشي غادي يخلي اللاعبين دي الفريق الجيش الملكي تلعبوه غير بعشرة دي اللاعبين وهذا الشي غادي يستغلوه بطابة الحال لعبين دي الفريق الجيش الملكي وغادي يبدو يسيطروا على المباراة بالطولة وبالعرض فبعض طرد دي الحركاز فريق الجيش الملكي كان غادي يسجف بزاف دي المناسبات منها في الدقيقة 76 وبعد تزديدة اللي كانت قوية عند ربيح ريمات ولكن يوسف الموطيع عادي تتقلقوش بدها الكرة هدي بصعوبة ولكن الصمود دي يوسف الموطيع بالإضافة المدافعين دي الفريق الويد ما غادي يش يدوم طويل وهذا الشي غادي يوقع بالتحدث في الدقيقة 84 فبعد تمرير اللي كانت رائع من علاء الدين أنجراي غادي يعطي الكرة مباشرة للمفيد مفيد عادي بالدور دي له غادي يعطيه واحد الأسيس اللي ممتاز لخالد أيور خان وهذا الأخير غادي يسجل لك الهدف التاني فريق الجيش الملكي هدف اللي بكوا صحة تم المجهودات دي اللاعبين دي الفريق الجيش الملكي ولكن واش فريق الجيش الملكي غادي يوقع في غيف الهدف التاني بطبيعة الحال له في الدقيقة 89 غادي يسجل فريق الجيش الملكي لهدف التالت وهذا الهدف جابعت تيكي تاكا اللي رائع من فريق الجيش الملكي وتمرير اللي كانت رائع من ربيح حريمات وبعد تيكي تاكا الكرة وصلت عند ربيح حريمات ربيح حريمات غادي يعطيك واحد الأسيس اللي رائع للبادي للمين دياكيتي وهذا الأخير سيستجد لك هدف رائع والهدف الثالث لفريق الجيش الملكي وبعد هذا الهدف الثالث لموبرت بفوز فريق الجيش الملكي بثلاثة الواحد المهم الانتصاد دي الفريق الجيش الملكي في الكلاسيكو خلي الفريق حاليا والمتصدر دي البوطن الوطنية أمام ناحية فريق الويد الخاصهم داروا يراجعوا الأوراق لأن هذه هي الهزيمة الثالثة للتولية تعرضت لها الفريق الموقع قبل مسائل الفيديو تركوا موطرات وكتبوا لي أفضل لاعب لي كان فضل ماتش ويا لافتي كان معكم حافظ واتهلا